وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بالإصراع في الخطوات التنفيذية لإنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي على مستوى الجمهورية بهدف امتلاك القدرة لتوفير احتياطي استراتيجي لتغطية احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي من المستلزمات الطبية والدواء وذلك وفق المعايير العالمية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومع عدد من الوزراء والمسؤولين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان الاجتماع شهد متابعة الرئيس السيسي لمستجدات انشاء منظومة المخازن الاستراتيجية للدواء